بعد ما زبطنا الـ child routes في المحاضرة اللي فاتت خلينا دلوقتي نبتدي نزبط اللينكس اللي موجودة عندنا هنا بحيث ان احنا نقدر نختار من هنا ولو جينا رحنا على الكود بتاعنا وشوفنا اللينكات دي محطوطة فين كنا هنلاقيها موجودة في recipeitemcomponent.html هو ده الـ anchor tag أو هو ده اللينك اللي ظاهر قدامنا وبكده عايزين نحط الـ route أو البوس بتاعنا هنا طيب هنيجي كده نكتبها على كذا سطر عشان تبقى ظاهرة قدامنا وهنيجي هنا وهنبتدي نستخدم الطريقة الـ router link بس هنستخدم الطريقة بتاعة الـ array ودلوقتي هنبتدي نحط هنا الـ id على اللينك بتاعنا لو رجعنا تاني للبراوزر كنا هنلاقي معنى ان اللينك ده ظاهر هنا يبقى أنا واقف على الـ localhost 4200.recipes يعني لو جينا كده شلنا ده كده هنلاقينا ان احنا كده وقفين على اللينك ده طيب اللي احنا عايزين دلوقتي هنبتدي نستخدم الـ relative boss وهنبتدي نزود بس هنا كده على اللينك ده الـ id بتاعنا سواء zero او سواء one طيب علشان نعمل ده احنا محتاجين الـ id يكون موجود معنا هنا في recipe item component بس احنا هنا ما عندناش الـ id كل اللي كان بيجينا كان بيجينا الـ recipe طيب كان بيجينا عن طريق ايه كان بيجينا عن طريق recipe list component يعني لو رحنا على recipe list component dot html كان آآ بيبتدي ان يجيلي كـ input جوه الـ recipe item component كان بيبتدي يجيلي recipe اللي ببتدي استخدمه لكن انا دلوقتي عايز الـ id بتاع الـ recipe ده او مكانه في الـ array او الـ index بتاعه في الـ array عشان ابتدي ان انا استخدمه وبكده يبقى انا هحتاج input معايا تاني هنا في recipe item component وهيبقى هو الـ этم او الـ index بتاعي وهبتدي اروح على recipe item dot ts وهبتدي اعرف input جديد بالطريقة دي والـ input ده ممكن اسميه index وهيبقى الـ type بتاعه عبارة عن number ودلوقتي قدر اجي ويحوط الـ input بتاعي هنا اللي هو الـ index دعيه equal الاندكس بتاعي من الفورلوب يعني بمختصار شديد هاجي هنا في ال-ng4 دي وهبتدي ان انا هنا كده اعمل سمي كونون وهكتب let i equal الاندكس بالشكل ده وبكده يبقى في الفورلوب دي انا كده كل i او كل فور بتحصل او كل لوب بتحصل ببتدي ان انا اخد الاندكس بتاعي وحطه في ال-i وهو ده اللي هدخله input معايا هنا وطبعا الطريقة دي خلاص اللي هي اللي تحت اللي هي اللي احنا كنا بنشتغل بها قبل كده اللي هي event emitter خلاص احنا بنشتغل بها ومش محتاجينها معانا دلوقتي فنقدر نشالها بالطريقة دي ودلوقتي كده هقدر ان انا اجي في recipe item component.html وابتدي احط الاندكس كده معانا في router link ويبقى احنا كده استخدمنا طريقة narrative boss وابتديت هحط الاندكس بعد ال-recipes هيبقى الاندكس بتاعي وخلي بالك ان الاندكس ده كل مرة طبعا بيتغير في full loop فكل element او كل link من دول هيبقى لي الاندكس بتاعه لو اندكس zero واندكس one في الحالة بتاعتنا دلوقتي هبتدي اعمل save وهبتدي اروح على البروزر الكلام ده وهلاقي ان احنا عندنا الاتنين اه الاتنين recipe دول هبتدي ان انا اختار اول واحد اشتغل معايا مزبوط والتاني برضو اشتغل معايا مزبوط ولو بصيت تحت على اللينك اللي ظهر اللي هو في المكان ده كده هتلاقي ان اول واحد اللي مباف عليه بيبقى الاندكس بتاعه zero مزبوط واللي تحت الاندكس بتاع واحد وبكده يبقى احنا قدرنا نشغل دي معانا ودلوقتي ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنبتدي ان احنا نعمل الاسطايل للاكتيف لينك بتاعنا